حركة النظار العربي لتحرير الأحواس تخصص اليوم الثاني من مؤتمرها في بروكسل إلى اللقاء والمناقشة مع ممثل الشعوب الغير فارسية وهي التي تشكل أغلبية سكان إيران بنسبة تتجاوز السبعين في المئة الأقليات الحاضرة تمثل الأكراد، البروج، الأذريين وطبعا الأحواز العرب هذا اللقاء بين ممثل الشعوب الغير فارسية يهدف لتشكيل جبهة موسعة للوصول إلى إسقاط النظام الإيراني الذي يقمع هذه الأقليات ويمنعها حتى من التمتع بأدنى حقوقها الاجتماعية والسياسية والدينية حل قائم يعتبر بأن هناك قوانين دولية تضمن ذلك وهناك قوانين شرعية تضمن ذلك وهناك قوانين اجتماعية الإنسان عندما يكون بلده محتل وعندما يكون شعبه مضطهد وعندما يواجه بأبشع الأساليب بالإعدامات والقتل والتشريد لذلك سيكون قضية رفع السلاح هو الحل الأمثل في سبيل الدفاع عن الوطن ومسك الأرض لأنه لو كانت هذه الشعوب في عام 1979 قد اتخذت هذا الإجراء وهذا التوجه لم تكن وصلت لهذه المرحلة المؤتمر يعتبر أنه حان الوقت لتدويل قضية الأحواز وباقي الشعوب الغير فارسية التي تعيج تحت سيطرة النظام الإيراني وتناقش ممثل مختلف الشعوب الغير فارسية حول الوسائل والطرق الواجب استعمالها للإطاحة بالنظام وتم التوافق على استعمال كل الوسائل السياسية والغير السياسية ما دامت تعتبر قبل كل شيء دفاعا عن النفس إسقاط النظام يتم من خلال معارضة حقيقية فصائل متحدة وتحالفات بين الشعوب غير الفارسية وبناء معارضة قوية بقيادة قوية يوصل صوت الشعب الإيراني إلى المحافر الدولية والمجتمعات الأخرى ودول صديقة مثل المملكة العربية السعودية ودول أوروبية تأتي على الخط ليضغطوا على النظام من أجل إسقاطه أحد المتدخلين في المؤتمر تحدث عن إمكانية تحديد يوم عالمي للدفاع عن حقوق الأحوازيين والشعوب الغير فارسية لإيصال صوتها إلى جميع المؤسسات الدولية والأوروبية والعربية والتعريف بنظالها من أجل إسقاط النظام الثيوقراطي الفاشل لإيران قناعة توصل إليها قادة النظام العربي من أجل تحرير الأحوازي بعد سنوات من النظام مفادها أن إسقاط النظام الإيراني يمر حتما عبر تشكيل جبهة واسعة تضم ممثل كل شعوب الغير فارسية نختلف الرات لقناة الإخبارية من مقر المؤتمر بريكسل اشتركوا في القناة